اهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند التريند عندي موضوعات مهمة جدا في فقرة تريند التريند خاصة ان جمهوري نادي الاهلي خلال الفترة الاخيرة عايز يعرف امتى كاس العالم للاندية مكان استضافة كاس العالم للاندية البطولة دي بتأكد الاهلي بيشارك فيها للمرة السبعة وهو بطل افريقيا وحتى هذه اللحظة طبعا لم يتأكد معظم الفرق اللي هتشارك مع الاهلي في هذه البطولة يمكن الاهلي موجود بصفة بطل افريقيا تشيلس الانجليزي بصفة بطل اوروبا يمكن اسيا خلاص في المراحل الاخيرة بالامس كانت فيه مبارات الهلال والنصر والهلال في الفاينال وبالتأكد بينتظر يا لبن بنسبة كبيرة بطل كوريا فبنتكلم خلاص احنا في المراحل الاخيرة من تحديد اسماء الاندية اللي هتشارك في كاس العالم للاندية لكن الفترة الجاية ايه لا يحصل في هذه البطولة امتى هتتلعب مكانها فين اليابان كنت هتنظمها اليابان اعتذرت السعودية قدمت جنوب افريقيا قدمت جنوب افريقيا اعتذرت الامارات عايزة قطر ممكن الوضع ايه بالزبط طيب بعد قليل يمكن جياني انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لقرة القدم يمكن بيعقد مؤتمر صحفي ويعلم من خلاله تفاصيل امور عديدة جدا متعلقة بكاس العالم للاندية خلال الفترة اللي جاية ولكن منذ قليل انتهى اجتماع المكتب التنفيذي او اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الدولي لقرة القدم واللي تم عن طريق الفيديو كونفرنس قدامكم على الشاشة ده جدول الاعمال الاجتماع اللي بدأ بالزبط حوالي الساعة 4 وانتهى منذ قليل احنا على مدار الحالة نحاول نعرف القرار المتعلق بكاس العالم عنديها ونقول لكم البطولة هتتلعب فين وامتى بالزبط اول ما يتم بالإعلان لكن قدامكم ده جدول اعمال اجتماع اللجنة التنفيذية او المكتب التنفيذي يمكن الاجتماع شهد المصادقة على قرار تشكيل الاتحاد العراقي واللجنة التطبيع اللي بتدير الاتحاد العراقي نفس الامر الاتحاد الباكستاني ونفس الامر الاتحاد المصري والمصادقة على قرار مكتب التنفيذي بتعيين لجنة التطبيع في او تجديد استمرارها في تلاتين سبعة الماضي وبعض التغييرات المقترحة على تقويم المباراة الدولية يعني ايضا كمان المباراة الدولية الفترة الجاية هيتم تعديل موعدها وتعديل موعد الاجندة الدولية وأيضا تعديل لوائع خاصة بانتقالات اللاعبين والقواعد الإجرائية الجديدة وأيضا كمان أمر متعلق بمحكمة كرة القدم وأعضاء المحكمة خلال الفترة اللي جاي لما ننزل تحت شوية وبنتكلم بقى في المسابقات يمكن المكتب التنفيذي أيضا كمان هيبص على آخر اجتماع تم عن طريق الفيرجي كونفرنس يوم 27-29-21 الاجتماع ده شهد تعديل بعض الأمور المتعلقة قدام قهوت البند رقم 3 الفقرة 5 اللجنة المنظمة للمسال المتعلقة بمسابقات الفيفا كأس العالم للأندية 2021 المكان والزمان أيضا كمان تعديلات على تقويم المباراة الدولية للسيدات وجدوا المباراة كأس العالم للسيدات خلال الفترة اللي جاية إذن أهم نقطة بننتظرها من خلال هذا الاجتماع اللي بدأ الساعة 4 وانتهى منذ قليل وفي مؤتمر صحفي حالية لجياني إنفنتين ورئيس الاتحاد الدولي فيفا هيعلن بعد قليل مكان وزمان كأس العالم للأندية ودي آخر بنود جدول الأعمال الخاص بهذا الاجتماع منها كمان تحديد موعد كونجرس الفيفا خلال الفترة اللي جاية وأيضا كمان بعد يعني أمور المتعلقة بجائحة كورونا والأمر المتعلق ببروتوكول جائحة كورونا خلال الفترة اللي جاية عموما إحنا على مدار الحلقة عن تابعكم أول ما يكون فيه إعلان رسم وخبر رسمي بمكان وتوقيت تكاسل عالم الأندية هنقول بسرعة لكل مشاهدة ومتابعة قناة الأهلي في كل مكان أعرف أن الجمهور الأهلي بينتظر بشكل بجير جدا معاد هذه البطولة ومكانها كمان عشان الجمهور عايز يحضر ويشجع الأهلي ممكن في الإمارات ممكن في قطر ممكن السعودية هو المكان الأقرب تحديدا هيكون في الخليج إمتى؟ برضو احتمالية أن يكون البطولة عقب كاس الأمم الإفريقية في شهر فبراير من عام 2021 لكن كل التفاصيل دي هتبقى رسمي بقى خلال الساعات القليلة أو الدقاية القادمة بعد إعلان رئيس الاتحاد الدولي كل هذه التفاصيل بشكل رسم الموضوع الثاني